سيد عبد الرحمن انت طبعا بتشتغل في تنشئة البرع البرع من كلهم جايين عشان يبقوا نجوم فانت دلوقتي بتعمل ايه في هذا السياق وانت عارف ان السياق ده بيبقى السياق بالتعامل معه لازم يتعامل بيه بدقة اول حاجة بتحاول تعملها مع الناشئين اولادك اسمح لنا سميهم اولادك وانت بتدربهم اول شي بتعملوا ايه عشان يتجنبوا بعض المزالق بتتعلق باختفاء قيمة التواضع هي قيمة التواضع يعني لو في وسط القيم كده لو هنبص عليها هنشخصها يعني هتبقى قيمة برضو متواضعة يعني مش بتظهر في اوقات كتيرة ممكن تظهر اكتر في اوقات النجاح مثلا انهم يكسبوا ماتش او يبقوا مثلا كسبوا بطولة وبتظهر برضو في اوقات الفشل ان هو لو خسر او عمل مشكلة في ماتش اما بيتعامل ازاي مع المشكلة دي بيتخانق بيكسر ولا بيرجع ويقول انا عملت ايه غلط ويبتدي يصلح من نفسه يعني حداك في تصنيف شغلك بتشوف ان فيه قيم بتبقى برزة قوي وفيه قيم بتبقى مش برزة قوي انده بتشوف قيمة النصر مثلا قيمة الفرح قيمة السعادة بتبقى برزة جدا وقيمة كمان الصبر لما يخسر مباراة لكن قيمة التواضع عند شايفة بتبقى مختفية شوية اه مختفية وما منعرفهاش غير بالعشرة وبالشغل مع الاولاد وقت طويل ولما بتظهر القيمة سواء مختفية او موجودة عند حد يعني لما تكون موجودة عند حد بيباين قوي ان هو الولد نفسه اسر قلبك يعني محترم ومتواضع اه حاجة محترمة جدا ومن سن صغير وهو كده مع انه ممكن يكون احسن من الناس كتير جدا في اللي هو بيمارسه والناس التانية ممكن تكون اقل توضعا منه خلينا اقول لحضاك حاجة كده بنعرف انا اب وعارف للقصة دي بتجد في بعض الاحيين ان الابن المتواضع بيخليك تخرج كل اللي عندك وكأن عندك شفقة على ان هو مش هيصارع عشان ياخد فرصته فالده ازاي بيحصل في التدريب ده بيبقى مريح يعني ما بيبقاش يعني مثلا لما بتقوله معلومة او بتقوله حاجة مش بيكابر فيها لا بيجربها الاول طب ولو جربها وما نفعتش ممكن يقول لك والله كابتن انا مثلا جربت دي وما نفعتش او حصل ان انا حاولت عملها ومعرفتش ده كده بتخرج احسن ما فيك كمان جدا وإحنا يعني احنا المدرب الشاطر بيسيب المساحة دي بين وبين الولد الزكي ان هو يبقى متواضع وزكي في نفس الوقت فبيبقى عنده القدرة ان هو يشوف الحاجة بطريقة مختلفة عن الشخص اللي ممكن ما يكونش عنده تواضع او عنده كبر ان هو مش عايز معك اصل وشايف ان هو بيعمل احسن حاجة في الدنيا ومش محتاجك فطبعا دي بتبقى في سن الصغير صعبة وبتبقى غالبا ممكن تكون جاية من البيت برضو البيت برضو يبقى عليه عامل كبير جدا ان هو يغرز القيمة دي في الولاد ممكن يكون بيضخم فيه طول الوقت بيقوله زي ما حالك تقول قبل الفاصل اللي هو الاعتدال في ان احنا نقول للولاد انتو بتعملوا ايه كويس وتعملوا ايه وحش فده مهم جدا اشتركوا في القناة